اشتركوا في القناة تبسيط الجزور الآن نحن نعرف أن جزر السطاش هو أربعة والسبب أن أربعة ضرب أربعة ستعاش لذلك يسمى الجزر التربيع هنا تنين لكن لا تكتب جزر تربيع الآن لو فكرنا بالجزر التكعيبي للثمانية الإجابة هي تنين والسبب أن تنين مضروب ببعضها ثلاث مرات يعطي ثمانية الآن لنأتي هنا قليلا ما هو الجزر الخامس للاثنين وثلاثين الجزر الخامس للاثنين وثلاثين وفكر بعادة إذا ضرب ببعضه خمس مرات يعطي ثلاثين الإجابة الثنين الآن إذا الآن هنا لو أتينا طلب مني الجزر الرابع للوحد وثمانين نحن نعرف أن الجزر التربيعي للوحد وثمانين هو تسعة والسبب أن تسعة ضرب تسعة واحد وثمانين لكن طلب مني الجزر الرابع الجزر الرابع إذن هو نفكر بعدد إذا ضربه أربع مرات يقول إجابة واحد وثمانية الإجابة هي ثلاثة ونسى الشيء الآن الجزر التكعيبي للسبعة وعشرين هي ثلاثة والسبب أن ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة سبعة وعشرين أوكي نأتي الآن إلى المثال يقول لي بسط الجزر الخامس للمئة ألف الجزر الخامس للمئة ألف الإجابة هي عشرة والسبب أن عشرة ضرب عشرة مية ضرب عشرة ألف ضرب عشرة عشرة ألف ضرب عشرة مئة ألف أوكي الآن الجزور الجزور لكسر هي في الحقيقة جزر البسط على جزر المقام طبعا هناك شروط وخاصة إذا كانت جزر زوجي هنا جزر هنا تنين زوجي أو أربعة أو تمانية أن يكون ما تحت الجزر البسط موجب والمقام موجب ما هو الجزر الستة وثلاثين هو ستة ما هو الجزر الخمسة وعشرين خامسة أوكي الآن الجزور الفردي الجزر الفردي أوكي طبعا سوف نأخذ في بعض القليل بعض الخواص يمكن حل هذا التمرين بطرق مختلفة ولكن الآن باعتبار الجزر الفردي الإشارة سالة بتخرج خارج الجزر أوكي الإشارة الفردي الجزر الفردي تخرج السالب خارج الجزر يبقى لدينا ما هو الجزر التكعيبي لثمانية بالألف الجزر التكعيبي لثمانية بالألف هو بالحقيقة ثمانية على ألف أوكي ويساوي سالب جزر التكعيبي للثمانية على الجزر التكعيبي للألف ما هو الجزر التكعيبي للثمانية ما هو الجزر التكعيبي للألف هو عشرة إذن الإيجابي هنا سالب صفر فاصل اثنين يمكن حل هذا المثال بأكثر من طريقة الآن في ملاحظة هامي وهي أن الجزر زوجي درجة رابعة وما تحت الجزر سالب هذا نقول له ليس there is no ليس له حلول أين؟ في مجموعة الأعداد الحقيقية r له حلول في مجموعة أخرى لكن في مجموعة الأعداد الحقيقية التي نتكلم عنها في r1 و r2 إلى r7 هي مجموعة الأعداد الحقيقية r الآن ما هو سالب الجزر الرابع لواحد طبعا السالب خارج الجزر سالب جزر الرابع للعدد واحد طبعا جزر الواحد الزوجي والفرد جزر التربيعي للواحد والجزر التكعيبي للواحد والجزر الرابع للواحد هو الإجابة واحد وهنا إشارة سالب الآن نأتي إلى خواص الجزور وطبعا كان بالإمكان حل التمارين السابقة أو الأمثلة السابقة أيضا باستخدام خواص الجزور وممكن الحل بأكثر من طريقة الآن الجزر التربيعي للسطعاش طبعا يكتب بالشكل سطعاش قوة واحد على درجة الجزر درجة الجزر هنا تنين لذلك يكتب اتنين إذن تصبح سطعاش قوة نصف نفس الشيء ما هو الجزر التكعيبي للسابعة وعشرين تكتب على شكل سبعة وعشرين قوة واحد على قوة درجة الجزر كم درجة هنا ثلاثة واحد على ثلاثة ماذا لو كان هناك قوة تحت الجزر تكون بسط ودرجة الجزر تكون في المقام مثلا ما هو الجزر الخامس لإكس قوة ثلاثة تكتب على شكل إكس قوة كسر ثلاثة على خمسة الآن سوف نقوم بالتبسيط إن أمكن مع استخدام لخواص القوة والجزور مثلا لدينا هنا التسعة وممكن كتابة التسعة على شكل ثلاثة للتربيع والكل قوة نصف القوة نصف هذه هي القوة نصف الآن نلاحظ أن هناك قوة القوة الثلاثة لها قوة اثنين والكل له قوة نصف لذلك قوة القوة هي ضربها لذلك نقول ثلاثة قوة اثنين ضرب نصف طبعا تختصر الاثنين مع اثنين يصبح لدينا ثلاثة قوة واحد والثلاثة قوة واحد هي ثلاثة نأتي هنا قوة لكسر هي في الحقيقة البسط نوزع عليه القوة والمقام نوزع عليه القوة أيضا الآن نلاحظ أن الثمانية تكتب على شكل اثنين قوة ثلاثة ولا ننسى القوة واحدة ثلاثة السبعة وعشرين تكتب على شكل ثلاثة للتكعيب ولا ننسى الواحدة على ثلاثة تلوين نستخدم الألوان واحد على ثلاثة هنا هي الواحد على ثلاثة هنا الواحد على ثلاثة هي نفسه هنا الواحد على ثلاثة الآن باستخدام خاصية قوة القوة ضربها إذا نصبح لدينا اثنين قوة ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة يختصر الثلاثة مع الثلاثة يصبح الإجابة في البسط اثنين هنا ثلاثة قوة ثلاثة مضروبة بواحد على ثلاثة تختصر الثلاثة مع الثلاثة يبقى لدينا ثلاثة الإجابة النهائية 2 على ثلاثة نأتي إلى المثال C هنا نلاحظ أن الآن التفكير قليلا السالب لا يخرج خارج القوس والسبب أن درجة الجزر زوجية هذا في الأصل هو الجزر الرابع اللي سالب 81 نقول له ليس له حلول أي في R ليس له حلول في R نأتي الآن إلى D 32 قوة 3 على 5 يمكن كتابة 32 بالعدد 2 قوة 2 2 قوة 2 4 لا 3 2 قوة 3 هل 32 لا 2 قوة 3 هي 2 ضرب 2 ضرب 2 8 2 قوة 4 2 قوة 4 هي 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 10 إذن لا أيضا لا والأس 3 على 5 أوكي الآن قوة القوة ضربها تختصر الخمسة مع الخمسة يبقى لدينا 2 قوة 3 و 2 قوة 3 ليست 6 أوكي ليست 6 لا نقول 2 ضرب 3 إنما نقول 2 ضرب 2 ضرب 2 والإجابة 8 بالإيه هنا 16 تكتب على شكل يمكن كتابة 16 على شكل 4 للتربيع ويمكن كتابته على شكل 2 قوة 4 لماذا كتبت 2 على شكل قوة 4 حتى الآن يكون عندما نضرب القوة هنا في القوة هنا يتم الاختصار الاربعة مع الاربعة ممكن أكثر من طريقة للحل وسوف نجد نفس الإجابة أوكي الآن قوة القوة ضربها تختصر الاربعة مع الاربعة يصبح لدينا اثنين قوة سالب ثلاثة اثنين قوة سالب ثلاثة تكتب على شكل واحد على اثنين بالمقام قوة ثلاثة والإجابة واحد على ثمانية الآن سوف نتكلم قليلا عن أهم خواص الجزور الآن لو كانت درجة الجزر زوجية يمكن اختصار هنا الان مع الان ولكن يجب كتابة ما داخل الجزر بالقيمة المطلقة مثلا ما هو الجزر التربيع إلى اكس تربيع ماذا يساوي طبعا هنا تربيع لكن لا تكتب يختصر الاثنين مع اثنين تبقى اكس بالقيمة المطلقة لا نقول اكس لا نقول اكس انما هذه دالت القيمة المطلقة لها قيمتين مرة سالب ومرة موجب لكن لو كانت درجة الجزر فردية اوكي يعني ما هو الجزر الخامس لأكس قوة خمسة تختصر الخمسة مع الخمسة وتكتب اكس نفس الشيء ما هو الجزر التكعيبي للأكس قوة ثلاثة ايضا تختصر وتبقى اكس لكن ما هو الجزر الرابع لأكس قوة اربعة هو في الحقيقة القيمة المطلقة لأكس لماذا تختصر الاربعة مع الاربعة ولكن تبقى القيمة مطلقة الآن من خواص الجزور اذا كان هناك عددين مضربين ببعض تحت الجزر يمكن نقول جزر العدد الاول ضرب جزر العدد الثاني وطبعا هذا الكلام ينطبق على القسمة ايضا ولكن لا ينطبق على الجمع والطرح مثلا جزر الا بلس ب لا يساوي جزر الا زائد جزر البي حزاري هذا خطأ لكن لو كان لدينا جزر الثلاثة اكس يمكن أن نقول جزر الثلاثة ضرب جزر الاكس الإجابة صحيحة هنا الآن هذه الخاصية الخامسة يمكن شرحها عن طريق مثال مثلا ما هو الجزر الخامس للجزر الثالث لأكس الإجابة هي جزر الاكس ولكن نضرب درجات الجزر هنا خمسة ضر ثلاثة خمس طعش هذا ما يقصد فيه الخاصية الخامسة هذا ما يقصد فيه في الخاصية الآن في المثال السابع طلب مني التبسيط إلى أبسط شكل ممكن مع مع مراعاة على أن مثلا في بعض الأحيان ما تحت الجزر يكون موجب حتى لا نضع شروط الآن ما هو الجزر التكعيبي لسي قوة خمسة الآن ممكن كتابته على الشكل سي خمسة على ثلاثة إنها الإجابة الصحيحة لكن لا يريد هذا يمكن الآن كتابة هذا الشكل هنا على هذا الشيء الجزر التكعيبي لسي تكعيب ضرب سي تربيع نعم سي تكعيب ضرب سي تربيع هي سي خمسة أوكي الآن يمكن الآن باعتبار هناك ضرب يمكن أن نقول هو الجزر التكعيبي لسي قوة ثلاثة ضرب الجزر التكعيبي لسي تربيع أوكي الآن يمكن تطبيق خاصية اختصار الثلاثة مع الثلاثة يبقى سي وهنا لا يمكن تبسيطه إذن هو الجزر الثالث لسي تربيع أحيانا الطالب يخطئ عندما يكتب هذا المقدار ينسى الثلاثة ينسى الثلاثة يجب الانتباق قليلا أوكي ما هو جزر الخمسين يمكن الآن طبعا جزر الخمسين ليس له جزر عدد صحيح إنما يمكن التحايل القليلا مثلا جزر الخمسين يمكن كتابته على شكل جزر الخمسة ضرب عشرة جزر الخمسة ضرب عشرة إذن تساوي جزر الخمسة ضرب جزر العشرة ولكن للأسف أيضا ليس للخمسة جزر وليس للعشرة جزر إذن سوف أفكر قليلا بكتابة الخمسين بشكل جداء عددين على أن يكون لأحدهما جزر مثلا أليست الخمسين هي خمسة وعشرين ضرب اثنين أليست الخمسين هي خمسة وعشرين ضرب اثنين نعم إذن الآن يمكن كتابته على أن جزر الخمسة وعشرين ضرب جزر الاثنين طبعا جزر الخمسة وعشرين هي خمسة إذن الإجابة هي خمسة جزر لاثنين بكل سهولة نأتي الآن إلى سي نأتي الآن إلى سي هنا طبعا الجزر الرابع انتباه الجزر الرابع أوكي الآن تنين وثلاثين يمكن كتابته بشكل نحتاجه هنا إلى الهدوء قليلا والحل بسيط إن شاء الله الآن تنين وثلاثين من هي؟ هي أربع ضرب ثمانية ولكن أيضا يمكن تبسيطها على أنها تنين قوة تنين ضرب اثنين أربع ضرب اثنين تمانية ضرب اثنين ستاعش ضرب اثنين اثنين وثلاثين إذن هي بالحقيقة تنين وثلاثين هي تنين قوة خمسة أوكي الآن سوف أقوم بعبارة تشتيت أو تفكيك الأس على أن يكون أحد الحدود يقبل القسمي على أربعة مثلا اثنين قوة خمسة أليست هي أثنين أربعة ضرب اثنين نعم نعم الأكس قوة تسعة أليست هي أكس ثمانية ضرب اكس الواي قوة 6 أليست هي وي أس أربعة ضرب واي تربيع نعم الآن يمكن تفكيك الجزول إذن الجزر الرابع الجزر الرابع الجزر الرابع كم حد لدينا واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة الجزر الرابع الجزر الرابع الجزر الرابع أوكي من نين أس أربعة نين اكس ثمانية X Y 4 Y تربية عزيز الطالب هناك الكثير من الطرق لحل وتبسيط هذا المقدار يمكن عدم اتباع هذه الطريقة ويمكن اتباع طريقة أخرى ليس هناك مشكلة أوكي الآن أربعة تقسيم أربعة واحد إذن أول شيء هنا يبقى هنا اثنين أوكي الآن أيضا هنا هذا المقدار تمانية تقسيم أربعة هي اثنين إذن يبقى لدينا X تربيع هنا في هذا أربعة تختصر معها أربعة تقسيم أربعة الإجابة واحد إذن يبقى Y نلاحظ أنه بقي الجزر الرابع للاثنين والجزر الرابع لX والجزر الرابع لY تربية إذن هو الجزر الرابع لاثنين X Y تربية طبعا جميل الحدود هنا مضروبية اثنين ضرب X تربية ضرب Y هنا اثنين مضروبة بX مضروبة بY تربية هناك أكثر من طريقة لحل هذا التمرين أو المثال الآن هنا في المثال الثامن طلب مني ملتبلاي أو ديفايد أوكي أضرب أو قسم هنا ضرب في المثال الذي يليه تقسيم أوكي الآن نلاحظ أنه هنا الجزر تربيعي والجزر تربيعي إذن وهناك ضرب إذن يمكن كتابة الجزر التربيعي للكل ستة X مضروب بعشرة X قوة ثلاثة أوكي بعشرة قوة ثلاثة ويصبح لدينا الجزر التربيعي لستين X قوة أربعة ويصبح لدينا الآن جزر تربيعي الستين نفكر بعددين ضربهما ستين ولأحدهما أوكي ولأحدهما جزر هو أربعة ضرب خمستاش الآن X قوة أربعة بX قوة أربعة الآن نفكك الجزر هو جزر الأربعة بجزر الخمستاش بجزر التربيعي لX قوة أربعة الآن ما هو الجزر الأربعة؟ اتنين ما هو جزر الخمستاش ليس هناك الجزر الخمستاش ولا يمكن تفكيك العدد الخمستاش إذن يبقى الجزر الخمستاش أوكي الآن هذا الجزر كيف يمكن كتابته؟ يمكن كتابته على شكل X قوة 4 على 2 طبعا 4 على 2 هي 2 إذن بقي لدينا هنا X تربيع يمكن إعادة كتابته 2 X تربيع جزر الخامسطعش ليس هناك مشكلة بإعادة ترتيب الإجابة في الفقرة الثانية من هذا المثال لدينا قسمة بالبسط جزر تكعيبي وفي المقام جزر تكعيبي إذن نفس الدرجة للجزر يمكن كتابة جزر تكعيبي للبسط والمقام أوكي الآن بإجراء القليل من الاختصارات نشاهد مثلا أن الاثنين تختصر مع الستعاش يبقى هنا ثمانية لماذا لأن الستعاش ضرب 16 هي 2 ضرب 8 تختصر الاثنين مع الاثنين يبقى ثمانية إذن يبقى ثمانية بالمقام تختصر X من هنا وX من هنا يبقى بالبسط X قوة 6 تختصر Y من هنا مع Y من هنا يصبح لدينا بالمقام يو الثلاثة لماذا لأن الواي اس أربعة هي في الحقيقة يو الثلاثة ضرب ي تختصر الواي مع الواي هنا يبقى يو الثلاثة أوكي الآن يمكن توزيع الجزر اكت قوة ستة على الجزر الثمانية وي ثلاثة أيضا يمكن توزيع الجزر على الجزر التكعيبي للثمانية ضرب الجزر التكعيبي للواي التكعيب أوكي الآن في البسط هنا اكت تربيع ما هو الجزر التكعيبي للثمانية تنين تذهب الثلاثة مع الثلاثة هنا تختصر من بقي الواي ويمكن كتابته بشكل آخر وهو نصف مضروب باكت تربيع على واي لكن هذا الشكل الأفضل هذا الشكل الأفضل في المثال التاسع طلب مني إيش جمع وطرح الجزور طبعا جمع وطرح الجزور نحتاج إلى شرطين أن يكون درجة الجزر نفسها وأن يكون ما تحت الجزر نفس المقدار أوكي ممكن معاملت هذا الجزر هذا على أنه واي أوكي ممكن فرق إذن لدينا هنا خمسة واي ناقص ثلاثة واي الإجابة تنين واي زائد واي الإجابة ثلاثة واي إذن ثلاثة واي لكن الواي من هو هو ثلاثة جزر التكعيب لسبعة إكس تربيع أوكي نفس المقدار لدينا خمسة بعدين طرح منه ثلاثة بقي اتنين بعدين جمعة واحد له يصبح لدينا ثلاثة من المقدار نفسه إذن عودوا كرير جمع وطرح الجزور نحتاج إلى شرطين الشرط الأول أن يكون درجة البسط درجة عفوا الجزر نفسها أوكي وما تحت الجزر أيضا نفس المقدار نأتي إلى الجزء الثاني من المثال تسعة أوكي جمع نلاحظ أن هنا الدرجة نعم اتنين جزر تربيعي لكن لدينا مشكلة هنا وهي أن ما تحت الجزر مختلف قليلا ما تحت الجزر مختلف قليلا إذن نحتاج إلى التركيز قليلا هنا وممكن حله بأكثر من طريقة عزيز الطالب ممكن حلو أكثر لكن الآن سوف تواجهنا صعوبة وهي بالتفكير بعددين ضربهما 98 ولأحدهما جزر أوكي لذلك نحتاج إلى القليل من التركيز هنا الآن الآن نقوم بتبسيط ما تحت الجزر إكس بجزر ما هو 90 هي في الحقيقة 49 ضرب 2 إكس تكعيب هي في الحقيقة إكس تربيع ضرب إكس تبقى الواي زائد 5 جزر الـ 18 في الحقيقة هي 9 ضرب 2 إكس قوة 5 هي في الحقيقة إكس أربعة ضرب إكس تبقى الواي الآن لو أدينا ووزعنا الجزور إكس 49 جزر جزر الـ 2 جزر الإكس تربية جزر الإكس جزر الواي زائد 5 بجزر التسعة جزر الـ 2 جزر الإكس أربعة جزر الإكس جزر الواي أوكي الآن هنا إكس ما هو جزر التسعة وأربعين سابعة تم كتابة السابعة ما هو جزر الإكس تربية هو إكس تم كتابة الإكس مرة أخرى أوكي من بقي جزر الـ 2 ليس له جزر جزر الإكس ليس له جزر جزر الواي ليس تكتبت على شكل جزر الـ 2 إكس واي نأتي الآن إلى الجزء الثاني ما هو جزر التسعة ثلاثة إذن هو خمسة ضرب ثلاثة أوكي ما هو الجزر التربيع لإكس قوة أربعة هي إكس تربيع أوكي بقي لدينا جزر الـ 2 وجزر الإكس وجزر الواي تم كتابتهم جزر الإكس إتنين إكس واي الآن بعملية بعملية تبسيطة بسيطة وهي لدينا السبعة ضرب إكس ضرب إكس سبعة إكس تربيع بجزر الـ 2 إكس واي زائد خمسة ضرب ثلاثة خمسة عشر إكس تربيع بجزر الـ 2 إكس واي نلاحظ الآن يمكن إجراء عملية الجمع أو الطرح طبعا هنا جمع لماذا؟ لأن الجزر درجته نفسها وأيضا ما تحت الجزر هو نفسه أوكي وطبعا الآن بمشاهدة أن هذا المقدار نفسه هنا أوكي نفسه يعني صارت العملية أكبر من الجزر صار هناك عدد مضروب بالجزر وهو إكس تربيع لذلك الآن يمكن جمع الخمسة عشر مع السبعة تصبح لدينا اتنين وعشرين إكس تربيع الجزر اتنين إكس شكرا عزيزي الطالب على المتابعة وإن شاء الله نلتقي في شرح R3 الخاص شكرا عزيزي وإن شكرا عزيزي شكرا عزيزي شكرا عزيزي نلتقل وإن شكرا عزيزي وتعربيع شكرا عزيزي شكرا عزيزي